أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من النبي إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم مدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكصبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مقرى الله فلا يامن مقرى الله إلا القوم الخاسرون